السيدات والسادة الحضور الكريم إن مصر التي وهباها الله عبقرية المكان وجعل على أرضها لبنة الحضارة الأولى وجعل على أرضها نبتة الحضارة الأولى وتشكلت شخصيتها في التنوع والتعدد فأصبحت هي نقطة الطلاق الجامعة للحضارات ومنطلق السعي نحو إقرار السلام وعلى قيم المحبة والتسامح وهنا على أرضها الطيبة المباركة اجتمعنا من أجل الإنسانية ومستقبلها ومصر الجديدة التي نقدمها اليوم للعالم هي دولة مدنية حديثة تسعى للبناء والتنمية وتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية وتمتد جهدها في البناء والإعمار إلى محيطها الإقليمي بسعي مخلص من أبنائها الذين يحملون للعالم رسالات المحبة والسلام وقد كانت مخرجات هذا المنتدى عظيمة على كافة المستويات